اكد رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية المستشار بالديوان الامريا دكتور عبدالله المعتوق بان مبادرة اطعام مليار جائع حول العالم التي نفذتها الهيئة حققت نجوحا باهرا في توجيه جهود المنظمات الانسانية المحلية والاقليمية والعالمية الى مكافحة ظاهرة الجوع خلال عام 2019 المعتوق اشار في مؤتمر صحفي حول البرامج والمشاريع والشراكات الخاصة بتلك المبادرة التي اقيمت تحت شعار انسانية واحدة ضد الجوع ونفذتها الهيئة خلال العام الفائت اشار الى ان المنظمات المشاركة في المبادرة ضاعفت الطموح الاصلي المتمثل بتوفير مليار وجبة للفقراء حول العالم الى ثلاثة اضعافه